اشتركوا في القناة الفصال ده تأثير سلبي وما يبقاش بكده بيهدمه في المستقبل أو بيهدم نفسيته في المستقبل برحب النهاردة الدكتورة سناء ثابت وهي استشاري تلمية مهارات الطفل واستشاري علاقات زوجية سبعة خير يا فعلا زي ما قلنا يمكن الموضوع بيبقى صعب جدا وأخصعب ما فيه لو فيه أولاد لو فيه أولاد أعتقد أول سؤال بيتسئل دايما خلفتي؟ لا خلفت؟ لا الحمد لله تمام خير وبركة لكن لو فعلا فيه ضرورية طبعا أكيد بس أول ضحية في موضوع الطلاق هو الولاد وأنا بقول لك دي وأنا منتظر ثقة لأن أنا أم مطلقة وكان عندي ولدين فللأسف الشديد أما الواحد بيطلق بينسى أن الولاد موجودة بيفكر في نفسه أكتر فبالتالي الولاد ما تبقاش فهمة فيه سن معين بتبص تلاقي الولد الصغير مش فاهم هو هو السبب هل هو المشكلة فالولد بيبتدي يزعل أو البنت تريد تزعل وتحس أن هي هو السبب في الانفصال ده هكيد هم ما بيحبنيش عشان كده سبني لأن خلي بالك الأطفال حاسين أن هم في بيت وعندهم أمان وأن الأب والأم هم دول الدنيا بتاعتهم كلهم فبالتالي لما يحصل حاجة الشوك بتاعتها بتخلي الواحد يبقى مش عارف طب هو سبنا دلوقتي طب هل هم ما بيحبنيش طب هل هي كمان هتسبني هل أنا حبقى لوحدي؟ فطبعا دي كلها أفكار بتروح في عقل الطفل الصغير لحين ما يبدأ في ثمان سنين يعني المحالة عمرية بتفرق في الانفصال؟ بتفرق جدا لأن الصغير طبعا بيحس أنه هو مش فاهم وكتير جدا من الأهالي بينسوا أن هم يقولوا لولادهم أي سبب أو مش عارفين فبالتالي الطفل يراقي نفسه لوحده مع أم يأم مكتائبة يأم عصبية جدا يا أم ما عندهاش وقت لأنها بتشتغل بقى بتاعي عايزة تعوض ما هو الانفصال كان إزاي في جواز بيبقى واضح جدا أن الانتنين لازم ينفسلوا ولعيال بتحسها لما الطفل يحس أن الأهل مش كويسي مع بعض بيبتدي يبقى متأهل أن هم ممكن يتفصلوا بل بالعكس هو ممكن يقول لأهله لمامته اللي هو قريب منها أو لبابا انفصله بس لما يقول لك العلمي شوها مع حاجة يا عم الديوات صغير يا عم اشعر ايه الاستهانة بمشاعر الطفل ايه موقفها في القصة ديت بس الطفل بني آدم ما هو أنت أنا بتفكر أنت أنت كنت طفل لزمان ما أنت لما بتتولي بتبني آدم وليك عقل وليك فهم أنت الفرق ما بينك وبين الطفل الصغير أن الطفل الصغير بيتعلم منك بيشوف ايه اللي ممكن بيحصل وهو بناء على كده بيتعامل هو ممكن ما بيفهمش في الأول لكن بيفهم الطفل عنده مفهومية كويس قوي وبيعرف وبيفهم كويس قوي فلا ما ينفعش أن انت ما تمهدش الطفل أنا عارف واحدة كانت عايشة مع جوزها فترة طويلة جدا وكان بيخنها بس كانت عايشة معها عشان خاطر الولاد هل دي حاجة صحية؟ لا مش صحية لأن الولاد حسين الولاد عارفين هي نايمة في القضاء مع الولاد وهو نايم في قضاء واحدة بس هي شايفة أن هي كده مضحية جدا وشايفة أنه أكيد ده الأحسن هي شايفة أنه أكيد ده الأحسن ما هو بصف دلوقتي بقى الدنيا تغيرت والمادة دخلت في الموضوع الجامد قوي ففي ناس كتير جدا بتستحمل لأن هم بيحسبوها أنا لو أنا اطلقت حقد أرصف على الولاد دي إزاي وبعدين للأسف الشديد فيه أبهات كتير جدا أو ما بيطلعوا خلاص انتهى الموضوع بيفقد السلة بيفقد السلة فيه طبعا ناس نحن نعيش مع بعض فبالتالي ننفصل وفيه كمينيكيشن والولاد بيتكلموا مع بعض ويروحوا للأب ويروحوا للأم بس لازم لازم أول ما يحصل حكاية التلاق دي أو هتحصل حكاية التلاق دي تأخذوا الولاد وتفهموهم يا جماعة أنا مثلا حسب السن طبعا أنا وماما مش هفين نعيش مع بعض إحنا الاتنين مختلفين مش معناتها أننا ما بنحبك ودي مهمة جدا مش معناتها أننا ما بنحبكش إحنا بنحبك جدا بس إحنا مش قادرين نعيش مع بعض طب إيه مقرود الأفعال في الحالات دي أو متوقع في حالة التلاق بقى من خلانا نتكلم من قبل 8 سنين ثم بعد 8 سنين وأتعامل مع كل رد فعل إزاي طبعا بالنسبة قبل 8 سنين الطفل بيحس أنه هو فيه مشكلة أنه هو مش محبوب فعايز يرجع تاني للسن أو الوقت اللي هو عايز يتحب فيه فبيرجع الورى سنين بيرجع الورى وتلاقيه طبعا متضايق جدا وممكن خايف خايف أنه هو زي ما بيقول لك الأم تسيبه كمان فهو يبقى فيه عايش لوحده بيبقى خايف أنه هو لما يروح المدرسة يرجع ملاقيش مامته أما يروح المدرسة بيبقى مش مركز وبيبقى عصبي وبيبقى عنده ميول عدوانية لأنه مش عارف يطلع الزعل بتاعه الزيت فبالتالي مثلا ما يسمعش الكلام يبقى طفل طبعا بيفقد الطبيعة بتاعته لأنه هو طفل مش فاهم إنه بيحصل إيه وخايف لغاية أما الطفل يبتدي يحس أنه هو لأ مامته وبابا لازم يبقى لهم دور هنا في الحتة دي أنه هم ياخدوا الطفل ويفهموه أنه هو لأ لازم تاخد أنا بحبك والدنيا كويسة ولما يروح للأم ولما يروح للأب يبقى ما فيش دا يقول دا حاجة على دا ولا دا يقول حاجة على دا ما هي دي بقى هو دا المهم جدا وبعدين أهم حاجة من كده إن ما فيش حد فيهم يستخدم الطفل كوسيلة ضغط للتاني لأن الطفل ضغط أو تهديد أو بالضبط أو تأثير طب إيه هي كلام النظري حلو قوي ومفروض ما يحصلش مفروض ما يعملش مفروض قوله تماما بس إحنا زي ما حك وأكيد بحكم خبر حيارتك وشغل حضرتك ميجي لك يسسطول الوقت أي إيه إيه أهم مشاكل أو المظاهر اللي حيارتك بتلاحظيها في المجتمع المصر اختلاف طبقاته عند الانفصال من أي طرف يعني من الطرفين إيه هم حاجة الشفان اللي هي مشاكل مزمنة دايما بتتعامل معها مع إنه مداما فهو ما يحصصش خالص مثلا موضوع التأثير أو الكرورة الدخ الكلام الوحش من ناحيتين إيه تاني بس طبعا لما بيحصل الطلاق حسب طبعا الطلاق حصل إزاي يعني لو الراجل اللي هو اللي طلب الطلاق أو الستر اللي طلب الطلاق أو لو هو قرر أنه يجاوز حد تاني كل ده بتفرق بس في الأول لما الطلاق بيحصل عمتا بيبقى فيه فترة كده زي ما تقول بلأ إحساس عفزة منمر وبعد الفترة دي بيحصل اللي بقى اللي بسميها الاكتئاب اللي نتيجة إزاي بيكون حد مات عندك ولازم تعدي المراحل دي لأنك لما عدتش المراحل دي بقى فيه حاجة مش مزبوطة فبالتالي بتعدي المرحلة دي يعني ده حاجة صحية أه طبعا أه طبعا أنت تخيل أن حد ساب البيت حد ماشي من حياتك فدي بتبقى صعب جدا أن أنت تحس أن البنى آدم ده موجود وأن الدنيا طبيعية غير بقى أن أنت ما تخش في دماغك طب أنا حايش حياتي ازاي ده المرحلة التالتة أنا عايز عايش حياتي فحايش حياتي ازاي طبعا زمان كان فيه العيلة والأب والأم والجد والجدة بيأخذوا الولاد وكلام دي كله وطبعا ده بيبقى حاجة بتساعد لكن دلوقتي إحنا زي ما أقول لك الدنيا تغيرت فما بقاش فيه الحتة دي فالست ملزومة أنها تبقى مع الولاد على طول فطبعا بتبقى عصبية ومش عارفة تتعامل ازاي فبتطلحها على الولاد من غير ما تقصد فبيبقى فيه ساعة تبقى جمد قوي معهم وساعة تبقى بتاخدهم والأن هي حاسة بالزم فساعة تخدهم وتحضنهم وبعدين بقى الإحساس أن هي لازم تخلي الولاد دول ينجحوا لأن هي لما خلتش الولاد دول ينجحوا الناس هتقول عليها فشة بس ماشي ده نوع نوع الضغط بس هي الضغط التالي بقى بتاع فكرة أنه ده بيفكرها بيه مثلا آه لا دي بقى حاجة تانية أن ده تذكير دائم بعلاقة غير سعيدة فيه سيدات بيعرفوش يفصلوا ما بيهند فاكت أنه ده شخص وده شخص تاني أو أن ده وأيوم يحسر خلالها آه يفكر زي أبوك واشف ايه الكرام ده كله حاجات برضو لها سلبية جدا الحقيقة بس هي غزبا عنك غزبا عنك لأن انت التمالي بتشوف الحاجات اللي هو لأن فيه وراسة بيعمل وراسة وفيه تطبعات من الأهل فغزبا عن الست لما حد من ولادها بيعمل حاجة وخصوصا الولاد لو شبه باباهم أو العكس لو شبه ممتهم فكتير جدا من الستات بتتطبع ابنها مثلا أن هو اللي عمل حاجات زي بابا أنا كتير جدا بيجي ويقولولي كده أنا بتضيئ جدا من ابني لأن هو بيعمل حاجات زي بابا لا ما هو أنت عشان أنت شايفة أو بتضيئة من بابا فأنت بتسقطي عشان هو ده ولد أنه ده زي بابا وفيه ناس بتبتدي تأخذ الولاد كأنه هما مثلا هما اللي بيربوه هما الكبار مش الصغيرين يعني بيعتمدوا عن الولاد ما معلش يا ماما ما تزعليش يا ماما والكلام ده كله طبعا فيه ناس كتير جدا بتتبقى ماشية صح بعد الخطوات التلاتة دول بتبص الناس تبتلي بقت صح صح لكن الولاد لازم كمان المدرسة تعرف أن فيه مشكلة في البيت ياه أه طبعا أه طبعا أوكي لأن حيحصل تغيير في المدرسة وبعد الولاد ما يبقى في ايه مسلا؟ لك إحنا من نعمة طلعوا عن الجواب ما هو لا ما هو الفكرة أنه هو لما الولاد يروح المدرسة وما ينجحش ما يشتغلش ما يعملش الهوموك ما هو طبعا الستة ما تبتلي تشتغل كتير علشان تجيب فلوس علشان تعوض المصاريف فما فيش متابعة فالطفل ما بيتتبعش ما بيععملش الهوموك بتاعه ما بيسمعش كلام من تيتشر بيبقى عنده ميولا عدوانية فبيضرب زميله فبالتالي إذا المدرسة مش عارفة إن فيه مشكلة في البيت مش هيعرفوا حلوها بسرعة فهتاخد وقت وللأسف نادرا دلوقتي إن فيه مدرس بتحبب كلمة البيت تقولهم إنه عنوك مش ابن عنده مشكلة ونسبة الكسف هو طبعا ما فيش شك إن دلوقتي مع الطلاق بقى يعني كام من 10.9% 200 ألف وحد طلاق في السنة ما هو هي الفكرة ليه برضو إحنا بدي حاجة ما عليش على جنبي بس وقتنا نتكلم فيها إيه برضو أصبح زمان زم وقنات مجتمع حاجة بدأت الكلامي كنت مجتمع تغير وفكرة إنه زمان كان الطلاق حاجة ما سكوت عليها وكان لأ أوه ما حداش باردتطلق ومشوف إيه وكان موضوع يعني موضوع تلوقتي حاجة زم حاجة كنتي فعلا بقى عادي بقى متقبل جدا فكرة الـ أو الأم اللي بتربي لوحدها ما بقتش حاجة توعيبها ولا توشينها ولا المطلقة بقت حاجة توعيبها ولا توشينها ليه إيه اللي حصل يعني إيه اللي ممكن يكون غير المجتمع أولا تربيتنا التربية بتاعت المجتمع الجديد أنا تربيتي كانت أنا لازم أنا حاولت 18 سنة قبل ما سبت وطلقت عشان خاطر ولادي يتوصلوا سن معين نقولوا لا خلاص نحنا فاهمين لكن دلوقتي 18 سنة وبرضو كانوا زعلانين أنا فجأت في يوم أن أيام أن ابني الكبير وهو هم لأشان أخين فالصغير كان بيعتمد على الكبير ودي حاجة كمان بتحصل أن الكبير بياخد الدور اللي هو بيحمي الصغير وبيودي وبيدير الحب فهو أكشل أنا برح سألت ابني فبيقول لي أنا طبعا كنت مدائق جدا وكنت مش عارف أتعامل إزاي وبالسنة كان عندي أخويك كبير كنت بتعامل معي ودي طبعا الحاجة ما نفكرش فيها دلوقتي طريقة التربية مش مهم يعني أنا أنا حصلح لك الأمور لو أنت مش بيحتمل أي حاجة ما تعدش غزبا عنك إحنا على تليفون بدو قطع حياتك أمل هلو هلو أيا يا سبعة خير أنا وعليكم ممكن أسأل الدكتورة فضال والله يا دكتورة حضرتك بتتكلمي في موضوع مهم جدا 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 أولا أنا 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 أولا 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 وأنا جوزي مسافر طول عمر بس يعني فيه رغم أن أنا مربية أولادي وباباهم ممكن مثلا أنا عندي أصغر واحد تتجارة إنجليش رغم أن كده ما هو ما شافش بابا مرتين ثلاثة في السنين جي كلها على الرغم أن كده واخد طبع بابا فضيع طبعا يعني حتت أنا طبعا ست يعني رب البيت ولا قررت الشغل ومقرر حياتي وكل لأولادي بس للأسف يا دكتورة أولادي واخدين طبع وخصوصا الصغير ده في إذجارة إنجليش طبع بابا على الرغم أن هو ممكن ما شافهوش مرتين ثلاثة بالنفس الأسلوب ونفس الجمدية بتاعة القلب وممكن مش مثلا ما يخافش علي مش ناين علي على قوته نص الوضع يا دكتورة يعني بصراحة يعني مش عارفة أتصرف معاي إزاي داعي عشان بابا بعيد ولا علشان خاطر تربي رغم أن أنا ولادي البنت والولد تربيتهم بسم الله ما شاء الله ده المختلف تماما معلش يا ريت في دين يا دكتورة أتصرف إزاي رغم أن أنا بأخربش من بيت أصلا في السنوية العامة كنت قاعدة معها يعني الحمد لله وربنا واحده هو اللي عالم بس للأسف هو الطبع التعال والدود واخد طبع بابا تماما تماما شكرك جدا مسي ودو سؤال يصل للدكتورة حتسمع بيها الرد للدكتورة بس إحنا يمكن يعني هي دي حددت قالت أنه أخد طباع بحكم بالكلم في القصة دي بس هي شايفة بجانب سلبي يعني مش عرف إيه وقاسي وإيه لآخره يعني إيه بقى المشكلة هنا هي بس هي أريدي يعني شايفة أن الصغير ده زي بابا بيعمل حركات زي بابا فهي بتسقط الإحساس بتاعتها على الولد الولد بقى بالتالي بيرد رد فعله بيبقى زي ما هو شايف أن هي شايفة فبالتالي بيتعامل يعني هو بيرد عليها بالفعل ده الفكرة بقى أن هي لازم تعد مع نفسها شوية وتفكر أن لأ ما ينفعش أن ده مش أبوه ده ابني مش أبوه وأنا ده مربيه تفصل تفصل الاتنين تبص على الحاجات الإيجابية اللي هو بيعملها لما تبتلي تفكر أن ده مش ده مش بابا ده ابني أنا تبتلي بقى تفكر لأنها مربيههم وهي بتقول لك أن هي عادت معهم فترة طويلة ما هو يعني أنت عادت معايا وعرفاه أنت واضح جدا أن أنت ما سمحتيش جوزك أو الأكس بتاعك فبالتالي أنت بتطلعي الجواكي في اللي أنت شايفاه في ابنك الصغير ولا ما تعمليش كده أعادي فكري مع نفسك شوفي الورد ده فعلا شخصيته إيه وبعدين اتكلمي معاه قولي له مثلا لو في حاجة بدايقاكي اتكلمي معاه لأن بيحصل في حاجات كده أنا ما تحكش عليك أنا وأنا وأما ما طلقت كنت بقول أن ابني كبير زي بابا بس بقى أما ابتدت أحس أو أعرف وأفهم وإحنا الاثنين عادنا كلمنا مع بعض حلنا المشكلة هي مستهلة لأن لازم عشان تعود مع نفسك وفعلا تحسي أن أنت خلاص صفتي حصل حصل وبعدين واضح أنهم قالوا كتير فبالتالي ما فيش داعي أنك تبدئش عيلا أنت على فكرة الأمهات كتير جدا بحس أن هما ضحوا عشان ولادهم لا هما ولادكم قالوا الشعر العزاجي أنت اللي جبتوهم فبالتالي الولاد من حقهم أن أنت تعملي كل ده عشانهم يعني هو الولاد ما تحملهمش العيب النفسي ده بالزبط بالزبط وبعدين يعني هو المرحلة التانية نحن ما نكلماش عليها اللي هو المراحقة آه ما هي دي السن المراحقة ده بيبقى مختلف شوية لأنه المراحق بيبقى خلاص مبطل يبص على البيت كأنه هو أهم حاجة بالنسباله ده العلم الصغير بتاعه لا خالص هو ابتدى بقى عايز يبقى عنده ثقة بنفسه بشي حاجة بالزبط وعنده صحابه بس برضو هو بقى الزعل بتاعه ده بيبقى أوحش ليه لأنه هو بيبقى حاسس أن أنتوا عقبتوني بواسط البيئة اللي أنا كنت عايش فيها وخلتوني أن أنا أطلع برا واعتمد على نفسي بسرعة ومش عارف أرجع علي مين وأنا مش جاهز فبالزبط فبالتالي بقى بيبقى أكتر أزعل وأكتر ما بيسوعش كلام وممكن ما يذكرش وطبعا حسب الصحاب يعني هو ممكن يبص لقى نفسه انشد لصحاب ناحية تانية لأنه طبعا تاني الوقت أنت بتادي معاه وقت تادي إيه وهو بيرضل أنك تادي معاه وقت تادي إيه فطبعا المراهق عماتا أما تقدره أعمل وعمل وعمل مش هيعمل فلازم يتخب بالراحة ولازم تستنى عليه أنا فاهمة خش في الموضوع أنا فاهمة أنت زعلان نيه أنا فاهمة أنه حصل بس الموضوع واحد اثنين ثلاثة أربعة أنا أنا بحبك جدا وهو الأمر ما لكش دعوة بالعلاقة أنا بابا دي حاجة أنا ما نفعتش ما هو أنت مش عندك صحاب ممكن ما تحبهمش بعد شوية هي نفس الفكرة لما أنت ما تحبهمش ديه علشان خاطر هم مش مشين معاك على نفس الخط دايما بيتم إلقاء كل الظاهر السلبية اللي تبقى عند الشباب وعند مراقلين على الطلاق يعني هو يبتدي يتعامل على الطلاق ده على أنه شماع لأنه أنا حروح أحد من أصل الطلاق أنا حروح مش عارف عمل يقص المطلقين أنا شوف ايه بالزبط بالزبط وتلاقي العكس صحيح حاجة تلاقي خلاص تلاقي الناس شايفين أنه دي حاجة دي حاجة وحياتهم أشطة بها جدا ومش بيربوا أي بالعكس مش شايفين ده أنه هو سبب لأي قصور خصة كمان لأهم زي ما حك قلت فعلا وعيين وفاهمين وقدرين أنهما يتعاملون أنه مش بس العالم بتاحهم وفيه عالم أكبر بكتير بره أكيد وبعدين بص هي الخلفة مسئولية ولازم الواحد يفهم أنه مهما كان من أول ما خلفت الغواية من الطفل يشتغل أنت مسئول عنه فبالتاني طبعا الدرجات وطريقة التربية التي تستخدمها تستخدمها ممكن تفرق لا تدلوش كل حاجة لا تعملش معاه كل حاجة لأنه لو عملت له كل حاجة وقدت له كل حاجة الطفل سيكبر متوقع أن الناس ستعمل كل حاجة وهنا المشكلة لأن معظم الناس في السنين اللي فاتت تعمل كده لولادها فبالتاني أي حاجة بتحصل الأب والأم بيخش على طول يحاول يصلحوها فلما الطفل عايز يغير مدرسة بيغير مدرسة عايز يجيب مش عفة موبايل يجيب موبايل زعلان من حد بيخشوا يتكلموا الدلع زيادة الإفراط في التدليل فبالتاني اللي بيحصل أن الست أو الأم لو ما نفعش الجواز بتاعه ممكن يتطلق فدي مش مشكلة فطبعا الناس كبرت على أساس هتجوز ما نفعش هتطلق وده يمكن لغير الثقافة والمنظور بالزبط دكتور سلاء سابت أستشاري تنميت مع أهلات الطفل وأستشاري العراقات السوجية بنشكرك ويا رب بلكن أي حد مرضو ما نحقش يتابع الفقر يتابعها على يوتيوب وتبقى معنا تاني إن شاء الله بإذن الله لسه أحرادكم خليكم معنا